وقفة احتجاجية نفذها العشرات من متقاعدين شركة الملكية الأردنية للطيران أمام مقر الشركة احتجاجا على رفعها لرسوم التأمين الصحي التي تخصم من رواتبهم مطالبين بتخفيض تلك الرسوم لعدم قدرتهم على دفعها عملية حرمانهم من حقوقهم وخاصة التأمين الصحي ونحن في هذا السن في أمس الحاجة للتأمين الصحي يعني هذا عمل لا يقبلوا ضمير ولا يقبلوا عرف ولا تقبلوا قوانين ولا في أي دولة متحضرة تحرم الموظف الذي أفنى زهرت شبابه في خدمة مؤسسته الملكية الأردنية أفنينا زهرت شبابنا في خدمته واليوم ونحن بحاجة إلى التأمين الصحي نحرم من هذا الحق المحتجون على الرغم من تدني رواتبهم التقاعدية بحسبهم لم يطالبوا بشيء سوى تخفيض رسوم التأمين لا سيما أن جلالة المغفور له الملك الحسين كان قد أصدر أمرا ملكيا بشمولهم بمظلة التأمين الصحي لدى الخدمات الطبية إلا أن الشركة خالفت هذا الأمر بعد صدوره بخمسة وعشرين عاما بخصوص التأمين الصحي في الشباب والبنات كلهم بعد الستين بحاجة ماسة جدا إلى التأمين الصحي والبعض منهم لا يستطيع أن يدفع التأمين الصحي البعض خرج بتقاعد ما قبل الألفين وعشرة براتب متدني جدا ما يقارب المتين ومتين وخمسين دينار أصبح كلفة التأمين عالية جدا عليهم ويجب أنه يعاد النظر فيه المشاركون أكدوا بأن هذه الوقفة سيتبعها عدة وقفات في حال عدم الاستجابة لمطلبهم مبينين أنهم قد ناشدوا كافة الجهات المعنية إلا أنهم لم يلقوا أي استجابة